السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه ونولاه هذه حلقتنا اليوم حلقت عشر سبوع كفر عشر سبوع ان شاء الله فترة الوحي ثم عودته يعني الوحي شوية فترة عنها شوية طوال سراحي دي مدأة والفترة دي با متجرة وحقوها من جديد اقبالها قلمين لحلقات لحلفة دي با لكفار لحلفة دي با تاريخ النبوة ونزل الوحي دي بنتحق عنا سقول شوية فترة عنها كمن جديد ادي لوحي انبتا وبدير لنبوة اقرأ بعلت ادي لرسالتك همات لقن رئية المسلم وكان الوحي قد فطر وانقطع بعد اول نزوله في قرحراء كما سبق ودام هذا انقطعه اياما وقد اعقب ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم شدة الكآبة والحزن ولكن المصلحة كانت في هذا الانقطاع فقد ذهب عنه الروع وثبت من امره وتهيئ الاحتمال لسلما سبق حين يعود وحصل له التشوق والانتظار واخذ يترقب مجيء الوحي مرة اخرى النبي صلى الله عليه وسلم لواحي كمسا عن قطعه كمسا دي مطعه منه دي من نفسه حزن وانشقال واللي مطأيه لكن كمان بقواتها بايه وظلم استعداد للمة الهاليت اندي لمدة واندي رتبة واندي تهيئات عنها والله سبحانه وتعالى يعني ثباتها بايه اندي سابتا واندي تهيئا واندي رتبة نفسه ومشتاق اندي سفلول اندي دالا لترقب على وللتاك على واسكما وحيكا لما رتمته صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم قد عاد من عند ورقة بنوفل بذير من ورقة بنوفل قايسة معنا وتخيزون من نقبول على كدهيني قار حراء عقبال طوالي نفسه دي شهر رمضان ودي بكين سكلا ورحل انتهي دي كل تحبد على وسكما اخر روارح دي بنتقاسا وكان صلى الله عليه وسلم قد عاد من عند ورقة بنوفل الى حراء ليواصل جواره في قاره ويكمل ما تبقى من شهر رمضان فلما انتهى شهر رمضان وتم جواره نزل من حراء سبيحة قرة شوال ليعود الى مكة حسب عادته النبي صلى الله عليه وسلم دي بكين رمضان عندنا تعبد على جبلة قال حراء دي بجبل النور من نو لوارح كمسل تما وانتهى يوم واحد شوال الصباح كعادته دائما لو ديال على أمله ولا طبيعته لتكرى على مكة ديبل السلي وطوافه الدبك عبد وبيته جيز على لرمضان لوارح كل شهر رمضان دي بكين سيما على صلى الله عليه وسلم وديبل تعبد على وبالعقبال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فلما استبطنت الوادي كبدا وغد دور بطعه كبير ان الهير لحليل اولا قادم ان الهير على لمحاد بو النبيس يبو قدمت اكو تكبدا اند انا كبدا محاد اند انا كبدا حليل اند انا نوديت فنظرت عن يميني فلم ارى شيئا فلما استبطنت الوادي اي دخلت في بطنه نوديت فنظرت عن يميني فلم ارى شيئا ونظرت عن شمالي فلم ارى شيئا ونظرت امامي فلم ارى شيئا ونظرت خلفي فلم ارى شيئا فرفعت رأسي فرأيته شيئا فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسين بين السماء والارض فجئت منه رعبا حتى هويت الى الارض فاتيت خديجة فقلت زملوني زملوني دثروني وصبوا علي ماء باردا فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت سورة يا ايها المدثر ام فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاخجر اللي اتكررت النبي صلى الله عليه وسلم هو من كان تحركه عند الهير بكه بالدوادي سوما كان دقيس كرن سامعكو دهي سامعكو رولت لا كرن سامعكو دماني تولى بكو حتى يرئيكو القلبية تولى بكو حتى يرئيكو قدمي حتى يرئيكو قراء يموم ولا بكو حتى يرئيكو والعلكم قانعكو فنقيلة عستر وفنقيلة اردي كرسي لما لك نفسه ديب كان لديب اه حراق الحراق لما اتقال على الاول فا اه اقرأ لبيليني نفسه توتو وقال لكم زرعكو كثرة تحيبت ولا فرد با تمدر وضعكو ومنا اندي اسعي بيش متعكو ديب خديجة عقبالكو وبيلكو زملوني البسوني دطروني اه ستروني الباس كروجي مايبروت كعوجي بيركو و اه ديب اه لانا كمسا اللي البسامين انتو مايبروت نو ديب اه الا سورة والاعيات كاريت الا ايه الا سورة يا ايها المدثر انت يا لبس لا لابس لها ليكا يعني نداء يومات ايو الله سبحانه وتعالى يا ايها المدثر بيليو قم فانذر اند كالعشيرتك والمجتمعك يقول انذار وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر بيليو الله سبحانه وتعالى وكذا رسالة اب الله ما تأتى وكذا نبوات اقرأ ابا ما تأتى وذلك قبل ان تفرض الصلاة ثم حمى الوحي وتتابعه حقق الا على السلاة فردتني لو اياملي وحقق الا لو حيى سالحي لتكرق بقا والاعيات اللي هيني بداية ترسالة علت وهي متأخرا عن النبوة بشوية بمقدار فترة الوحي يقلمي لها لأنه هو تسالف على تقرأ بعلت وإلا برسالة مطأة وتشمل على نوعين من التكليف مع بيام ما يترطب عليه إلا آيات لأنهيني كل نوع من التكليف له تأكبته وللجامعته وللشملته إلا كل نوع التكليف هيني ميتهم لأنه على أول فهو تكليفه بالبلاقي والتحذير وذلك في قوله تعالى قم فأنذره أيستطر إليه وإن ذأرهب وقترب قبله ونفسكم انقفوا بال دقوا قبل فإن معناه حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والدلال إلا قبي انتم الاطبالرات عملاء للفعل ولا قبيablo wabdah إلا قبي اللي أعقبالكن من النم особенно icans many songs إلا قبي أعقبلو بالهم إن ذأرهب ومحاذرهم اللهم سبحانه وتعالى وعبادة غير الله ومن بالرب كمان بعيد تعبد الله لكم إلا أوسان وإلا آلهة إلا لا يتنافعوا يتدرر لتعبد الله لكم إلا من الدقوا قبلهم والإشراكوا به في الذات والصفات والحقوقي والأفعال إلا لنوع لأولته لتكليف كل نوع تشمل كل نوع تحتمل كل نوع ولهم جمع بينا إلا آيات لا يا أيها المدثر اثقوا لتعالى والرجز فأهجر لنوع لك تكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامل الله سبحانه وتعالى والالتزام بها في نفسه ليحرذ بذلك مرضات الله ويصير قصوة لمن آمن بالله وذلك في بقية الآيات في قوله وربك فكبر معناه خصه بالتعذيم ولا تشرك به في ذلك أحدا غيره وقوله وثيابك فطهر المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسا مستقدرا وقوله والرجز فهجر معناه ابتعد عن أسباب سقط الله وعذابه وذلك بطاعته وترك معصيته وقوله وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسَرُ يَا سَلَامُ وَمَرْضَاتَ الْرَبِّ الْعَالَمِينَ حَيْدَيْهِ المقصود الظاهر ما منه تطهير الثياب والجسد أروبك والألباسك لازم تطهير قلق بأبو قلني إنسان نجس لقبأ وقازورات لبديبو قل السليد يقدر ومن الشروط ناسالاء طهارة البدن طهارة الملبس وطهارة المكان أكان طهير قلق بأبو والألباسك طهير قلق بأ والأروحاتك طهير قلق بأ حقواله بالله الله والرجز فهجر معناه ابتعد عن أسباب سقط الله وعذابه أي شيء عذابنا يا رب العالمين وسخطنا يا رب العالمين لتمدي ريمة وقبي طاعة لا تبات ولا معسية تركها ولا هلا وحر ولا يتمون تستكسر يعني الإحسان الذي توده منه أبضح دي بلا الدنيا إحسان فضل منه دي أفضل منه دي بلا الدبال آخر لا تركبت قلت ركبته عشان كده من الإحسان أبضح حر إن شاء الله يتأوحد منه لأبدح منه أوالي قل من الإحسان اللي حرق اللي أفضل منه فحكاته لبل الله أما الآية الأخيرة فأشار فيها إلى ما يلحقه من أذى قومه إلى ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم في الدين الآية اللي هيني أشير علامات بديبة لا مجتمعك ولا قومك ولا عدك لا أذى ولا ضرر ولا أكيد ولا مكرهات من النوم لا تعريك لا أشير قلك الله ونائبنا يا رب العالمين يقول لك بأل الحدي ونائبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بأل الحدي وإبقى أمره وإبقى حلات وإن شاء الله كلمة تكبأ إن شاء الله لما أقطع أنت حولكه من قبل أنت داعي كلمة السنية أنت سمعك هتحول أنت داعي حديث سمعك وقرأك وتحول وتلقك تداعي أنت لذلك يعني اللي هيني من لك هلا وما لا ملأك وما لا ما سمع ويوم من لك هلا وإلا باب يلوك من قبي يتشغي احتسف لربك وأصبر لا تذكر لأنه رب العالمين قل النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم سيلي بيلي دي بحلقة لتمطي القيام بالدعوة دي باق نتاقيتو لأذى ولا درر قريش لو دوء ومتاعب وأدرار ومسائب وبدوح محن وأشكاليات أنه قلت واجهة قدم دي بحلقة تتمطي قدمت تأناتو دي بلا كله سلام علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة